السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله طلاب العزاء وطلاب الصف السابع في بادة العلوم مدارس الهدي المحمدي برنامج التعلم عن بعض أنواع حصتنا اليوم لي وأسئلة ما بين الدروس بالإضافة إلى مراجعة الدار الصفحة 100 مع المعلمات ألاء منتصر حماس العلمات إلهام أبو عجمي أول سؤال معنا ليه أتحقق ما أنواع التكيف تعرفنا خلال دراستنا على مفهوم التكيف وتعرفنا أن التكيف يقسم إلى نوعان تكيف تركيبي وتكيف سلوكي السؤال الثاني يحكي أتحقق كيف تكيفت النباتات في البيئة المائية النباتات التي تعيش في البيئة المائية مثل زنبق الماء تكيفت من خلال عدة أمور أهمها أن اتساع أوراقها بالإضافة إلى جذورها الصغيرة وقليلة التفرع حكينا هي تعيش على الماء مباشرة لذلك هي لا تحتاج إلى جذور كبيرة ومتفرعة حتى تحصل على الماء لأنها تحصل على الماء مباشرة من بيئتها أيضا الأوراق المتسعة أو الكبيرة يتساعدها على الطفو بسهولة على سطح الماء السؤال اللي بعديه بحكي لي أتحقق كيف تكيفت جمل للعيش في الصحراء حكينا الجمل لقب بسفينة الصحراء وذلك لوجود عدة خصائص موجودة في جسم الجمل بتساعد على العيش والتأقلم مع البيئة الصحراوية الحارة أهمها أن سيقان الجمل طويلة تبعد جسمه عن الرمال الحارة يغطي جسمه الوبر ليقيه من ارتفاع درجات الحرارة خف الجمل عريض مسطح يساعده على السير على الرمال بسهولة أيضا هو يمتلك أهداب تحمي عيناه من الرمال الصحراء أيضا ممكن نحكي أنه يمتلك سنام يستخدمه في تغزين الماء والغذاء أيضا ممكن نحكي أنه شفته السفلية مشقوقة وهذا يساعده على أكل الأشواك وغيرها من مظاهر التكيف الموجودة في جسمه أتحقق أعطي أمثلة على كائنات حية منقرضة تعرفنا خلال دراستنا على الديناسورات حكي أن الديناسورات هي عبارة عن كائنات حية عاشت في القديم وماتت لعدم تمكنها من البقاء حكي أنه ممكن استضام كوكب في الأرض أو شهاب أو نيزك إلى آخره ولكن السبب الرئيسي لم يستطيع العلماء تحديده عنا كائن آخر وهو الماموت وهو نوع من أنواع الفيلة اللي عاش برضه في زمن قديم لكنه نتيجة التغير المناقي المفاجئ لم يستطع جسمه التأقل مع هذا التغير فمات وانقرض عنا كمان النمر العربي وهو نوع من النمور عاش في المناطق الباردة أيضا تعرض للرعي الجائر والصيد الجائر من قبل البشر لذلك انقرض ولم يعد له وجود السؤال الأول واللي أصنف التكيفات الآتية إلى سلوكية أو تركيبية خف الجمل حكينا خف الجمل هو تركيب موجود داخل جسم الجمل إذن هو تكيف تركيبي تظاهر الحشرات بالموت هذا سلوك إذن هو تكيف سلوكي منقار السقر إذن تركيبي نشاط اليربوع ليلا هذا سلوك يقوم فيه اليربوع للمحافظة على حياته أو درجة حرارة جسمه أن لون الذئاب القطبية لون الذئاب القطبية مشابه للون الثلج إذن هو تركيبي هو تركيب في جسمها الأكياس الهوائية في الطيور أيضا هي تركيب الهجرة هي سلوك تقوم فيه بعض الحيوانات كالأسماك كالطيور وكالحيتان مطاردة الفريزة هذا عبارة عن سلوك الاختباء في الجحور أيضا عبارة عن سلوك أقارن بين التكيفات التركيبية للنبات في كل من البيئة الباردة والصحراوية حكنا في البيئة الباردة النباتات فترة نموها قصيرة تزهر في الصيف ودموت في الشتاء أوراقها إبارية وتنتج المخاريط لتمنع تراكم الثلوج عليها طبعا بعضها وليس جميعها عند النباتات الصحراوية أوراقها إبارية الشكل مثل التين الشوكي سيقانها سميكة حتى تقوم بتخزين الماء فيها أيضا السيقان محاطة بطبقة شمعية تحميها من الجفاف جذورها متفرعة وكبيرة حتى تساعدها على البحث عن الماء وانتصاصه السؤال الثالث اقترح سؤالا تكون إجابته النمر العربي حيوان صحراوي تعرض لخطر الانقراض وهو النمر العربي أفسر يعد تلون الحرباء مثالا على التكيف تعرفنا أن الحرباء هي نوع من الزواحف لكنها تمتلك القدرة على تغيير لون جسمها فإذا كانت على رمال الصحراء يصبح لونها مشابه لرمال الصحراء إذا كانت على الأغصان يصبح لونها مشابه للأغصان إذا كانت على أوراق خضراء يصبح لونها مشابه للأوراق إذن بهذه الطريقة هي تستطيع التخفي من الأعداء وتحمي نفسها من الحيوانات المفترسة وهذا يساعدها في حماية نفسها والبقاء على قيد الحياة السؤال الخامس أعطي مثالا على حيوان يعيش في بيئتي وأصف تكيفه سنتحدث عن حيوان السلحفة السلحفة زي ما احنا شايفينها أمامنا يغطي جسمها الحراشف هذه الحراشف اللي هو عبارة عن جلد جاف وهذا الجلد الجاف بيحميها من تمزق جسمها لأنها هي زواحف فهي تتحرك من خلال الزحف على الحجارة على الشوك على الرمال الحارة لذلك هذه الحراشف الجافة تساعدها على حمايتها بالإضافة إلى أنه جسمها مغطى بالدرع زي ما احنا شايفين هذا الدرع هي مجرد ما احنا لمسناها أو شافت خطر وحست في اقتراب الخطر منها تختبئ داخل الدرع بالإضافة إلى أنها هي من الحيوانات التي تقوم بالسبات الشتوي تحصل على غذاءها وتخزنه في الصيف وتختفي خلال الشتاء السؤال السادس أستنتج لماذا تأكل الدببة الأساوية كمية كبيرة من الطعام صيفا حكينا الدببة أيضا تقوم بما يسمى بالبيات الشتوي أو السبات الشتوي أي أنها تخزن طعامها صيفا وتختفي في فصل الشتاء فهي لا تتحمل انخفاض درجات الحرارة ذلك تختفي خلال الشتاء السؤال السابع بحكينا ما علاقة اتساع مساحة سطح أوراق النباتات المائية بالطفو حكينا كلما كانت الورقة كبيرة أي اتساع سطحها كبير يزيد من قدرتها على التصو على سطح الماء بالإضافة إلى امتصاص كمية كبيرة من أشعات الشمس وهذا يساعدها على صنع غذائها والبقاء على قيد الحياة هيك حصتنا اليوم خلصت دمتم بخير مع السلامة